رجال أمن عسكريون خطباء قيادات مقاومة قضاة ونشطاء الجميع في مربى المندقية وفق تعبير منظمة سام للحقوق والحريات التي أصدرت تقريرا حقوقيا خاصا بالاغتيالات بعدن تحت عنوان القاتل الخفي بدأت الاغتيالات في عدن بعد 43 يوما من تحريرها وقد رصدت تقرير حالات الاغتيال منذ غسطس 2015 وحتى اكتوبر 2018 مقررا وجود خطة ممنهجة ومعدة مسبقا تحت غطاء خلايا ميليشيا الحوث وصالح وهي الخطة التي قتلت 14 شخصا في يناير 2016 لوحده وثق تقرير سام اغتيال 103 شخصيات كان العدد الأكبر منهم الرجال الأمنة تم اغتيال 42 منهم في خطوة فسرت بتوجه الإضعاف أجهزة الأمنة وإخلاء رجال المقاومة منها حيث سجل التقرير استهداف عدد من قيادات المقاومة في الوقت الذي لم تستثن فيه بندقية الاغتيالات العسكريين الموالين للشرعية فقد ذهب ثمانية عسكري ضحية نار العبث الممنهج أئمة وخطباء المساجد كانوا هدفا رئيسيا في خطة الاغتيالات التي قتلت بحسب التقرير 23 خطيبا وإماما ينتمون للتيار السلفي وحزب الإصلاح وسجلت أول عملية باغتيال الخطيب علي الجيلاني في يناير 2016 وفق التقرير فإن أغلب الاغتيالات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها ما أثر الكثير من الشكوك حول القاتل الخفي لكن التقرير الحقوقي وصل في استنتاجاته إلى وجود أياد داخلية وخارجية رعت خطة اغتيالات استهدفت أطرافا محددة بعناية نفذها قاتل لم يعد فيما يبدو خفيا أو على الأقل من يقف خلفه